السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغلى طلبة في مصر حبيبنا سنة أولى عاملين ايه؟ نهاردة ان شاء الله زي ما وعدتوكو هنعمل ريفيجن بسيطة كده قبل امتحان شهر اكتوبر وتعالي نشوفه النهاردة شكل ريفيجن هيبقى عامل ازاي؟ شكل ريفيجن يا شباب هيبقى على هيئة امتحانات عندنا النهاردة 3 امتحانات هنشرح كل سؤال الإجابة بتاعته جات منين؟ فهتلاقيني وأنا بشرح الإجابة جات منين؟ بشرح لك الجرامرز بتاع يونت 1 و يونت اي و يونت 2 طيب تعال كده شباب نشوف أول امتحان مع بعض أول سؤال في أول امتحان بيقول ساعتك هو جاب لساعتك جملة وقال لك عايز يعني ايه السنونمز يا مستر؟ هقول لحضرتك يعني مرادف عايز كلمة عايز مرادف كلمة ساستنبل طب يعني ايه اصلا هقول لك والله يبص يا بالعربي معناها مستدام يعني شيء دائم تعال نشوف أقرب معاني لها بيقول لك very ولا continual ادي اول معنى لها حاجة مستمرة حاجة دائمة طب ايه تاني اهو معناها ايه هقول لي ساعتك معناها بالعربي دائم صلي لبعض طيب كلمة نوتس معناها ملحوظات بيجي معها فعلين ايه الفعلين اللي بيجوا مع نوتس هقول لك ممكن اقول لك يأخذ ملحوظات وممكن اقول لك يدون ملحوظات طيب زي ما عودتوك سنة اولى دايما اول سؤالين في الاختيارات عبارة عن خمس اختيارات هنختار منهم اختيارين صح طيب بعد ما خلصنا بقى السؤالين اللي بنختار فيه ايجابتين يا مصر تعال بقى نخش على الاختيارات الطبعية بتاعتنا سنة اولى بعد اذن حضرتها لو مش حافظ الفوكاب ما تكملش الفيديو اقفل وروح رجع الفوكاب بتاعتك رجع على الكلمات بتاعتك بعد كده تعال كمل معايا الشباب عشان تستفاد وقلمك في ايدك وكراستك معاك وابدأ اكتب الملحوظات اللي احنا هناخدها النهاردة يلا بينا تعال نشوف سؤال رقم ثلاثة بيقول لك كل سنة انا بجمع كل الملابس بتاعتي القديمة وبتبرع بيهم للايه بيتبرع بيهم للجماعية الخيرية ايه هي صال اللي بعد الباب تقفل الباب تقفل وهو ايه بالداخل للمدة ساعة هو عالق بالداخل طيب فين عندي؟ ما مش حافظ كلمات مش هتعرف تحل فالاجابة بتاعت لترسي عالق بالداخل صلي اللي بعد he fainted because his blood سواني مصر لو سمحت ما تكملش يعني ايه he fainted هقول لي ساعدتك كلمة fainted معناها مغمى عليه طيب بسبب ان his blood نقط when down ايه هو اللي انخفض ضغط انخفض يبقى blood ايه ضغط الدم صلي اللي بعد Egypt tries to increase the national مصر بتحاول ان تزود national a to improve the standard يعني ايه مصر بصوا كده بيقول لك ايه the standard of leaving يعني مستوى الدخل او مستوى المعيشة طيب هي بتحاول تزود الدخل القومي national income ايه السؤال اللي بعده رقم سبعة بيقول لك السنة اولى once i hear the noise بمجرد من انا اسمع بس كده صوت انا بص 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 بطلع على ايه اول ما بسمع صوت بره اول ما بسمع صوت ضوضاء بره بجري على طبعا البلكون السؤال اللي بعد السؤال اللي بعده it's very important for us to have a safe هو من المهم لنا to have ان يكون لدينا حاجة امنة which includes تحتوي على او تتضمن او تشتمل all organisms يعني الكائنات الحية طب ايه هو النظام اللي بيحتوي على جميع الكائنات الحية هقول ساعدتك لترسي في الكلمات بتاعتنا ecosystem النظام البيئي السؤال اللي بعده when the teacher entered ده السؤال grammar طيب يلا بينا when the teacher entered the class يعني عندما دخل المدرس الفصل everyone not up طيب بص هنا الجملة بتاعتي ماضي ايه؟ ماضي بسيط طيب شوف كده الحدسين قطعوا بعض ولا مالهمش علاقة ببعض هو لما المدرس دخل الفصل الطلبة قامت ايه؟ وقفت طيب انا مثلا لما ادخل الفصل او لما ادخل عندك القاعة مثلا انت بتتكلم زميلك بلعب مثلا في الموبايل ايا كان انت بتعمل ايه؟ يبقى لانا عملته دخول القاعة قطع الحدس ولا ما قطعوش؟ لا قطع الحدس يا مستر بس خلاص يبقى وين هنا يا شباب بيجي وراها بص ماضي بسيط والجملة التانية ماضي بسيط برضو طيب طرمه ماضي ماضي stand يقف ماضيها ايه مستر؟ start السؤال اللي بعده add seven o'clock خلي بالك بالله عليك خلي بالك بيقول لحضرتك add seven o'clock yesterday ملحوظة اكتب الملحوظة دي عندك عند ذكر فترة زمنية اهو فترة زمنية عند ذكر فترة زمنية محددة مع كلمة دلة على الماضي البسيط يصبح زمن الجملة ماضي ايه ماضي ايه ماضي ايه ماضي مستمر يبقى هما لديهم ايه هقول ساعدتك لديهم agreement حوار السؤال اللي بعده يلا بينا بيقول لك as soon as بمجرد ان خلي بالك اداة ربط ومعها get هي get دي زمنها ايه هقول لك والله يا بابا get دي زمنها مضارع طيب المستر شرح لنا وقال لنا اي اداة ربط لما بييجي معها مضارع زمن الجملة التانية لازم يكون future لازم يكون مستقبل طيب فين المستقبل عندي هقول لي ساعدتك المستقبل عندي letter c و letter d طيب بص هو بيقول لك I know a travel هو في فعل في حاجة اسمها will be travel ولا will be يا مستر بيجي وراها past participle يعني التصريف الايه التالت طب هل travel دي تصريف تالت لا لا دي infinitive بس يبقى اللي اجابة بتاعتك will عشان will يا مستر هي اللي بيجي وراها infinitive سنة اولى ما بنحلش وخلاص بنفهم الفكرة بعد كده بنحل طيب السؤول اللي بعده the bus at 7 am tomorrow طيب استرنا هو مش ده time table طيب المستر قال لي قبل كده ان اي time table ما تفكرش the present symbol مضارع بسيط طيب المضارع البسيط yeah infinitive yeah is طب ال past before تبقى operates 14 what not amals play about قالك I couldn't attend استنى كده couldn't ده helping verb ده فعل مساعد بس فعل مساعد فين in the past في الماضي يبقى انا كده الجملة دي ماضي الماضي عندي did وعندي was وعندي where مش هتنفع did عشان لازم بيجي وراها in fanative فعل في المصدر والجملة مفهاش فعلة اساسا يبقى اصبح عندي was و where طيب مصرحية امال دي اسم ايه؟ اسم مفرد بس خلاص المفرد ياخد was يبقى الاجابة بتاعتي letter p سؤال لبعده it's time الناس اللي مذكر معايا it's time دي كانت من الكي ووردس على الكلمات الدلة على زمن الايه؟ هقول لي ساعدتك على زمن past الماضي البسيط طيب فين الماضي البسيط عندنا I left for work 16 while عايز اقول عليها ملحوظة اوه عتنسى ان المستر قال لي while when when لما بيجوا without subject بيدون فاعل بيجي وراها ايه مصر هقول لي ساعدتك بيجي وراها فاعل متضاف له I N G طيب while هنا وراها فاعل؟ لا من غير فاعل بس خلاص يب I N G فين ال I N G عندنا letter A طيب بعد كده سنأولى هندخل على الترجمة بتاع التست بيقولك I traveled yesterday بعد كده yesterday I traveled طبعا يا جماعة مفيش ابدا keyword كلمة دلة او ظرف زمني عندنا يجي في نص الجملة بالمنظر ده هو عندك اما في اول الجملة اما في اخر الجملة فال letter A دي ما تنفعش ابدا طيب تعال نكمل مقارنة يصر دي I traveled طيب تعال نكمل I traveled I had went to I traveled يبقى بص عندنا travel ده ها had went I traveled اطلع فوق كده سافرت أمس يبقى ونت تو دي انا مش عايزة في حاجة letter C بالسلام تنفع بي وتنفع دي يلا بينا نكمل to Cairo to see my old friends we had a good time تمام اول سطر together we had اه بص بص we had walked we had gun تعال نطلع نشوف فوق كده لقد حظينا بوقت جيد وتجولنا يتجول walk ولا gun لا طبعا يتجول Mr. moment walked around بقى اللي جابة بتاعتي الصحة هي letter A letter P طيب دي اللي كانت الترجمة الاولى الترجمة التانية بيقول ساعتك بمجرد وكما وعندما وبمجرد يلا اطلع للاصل هتلاقيها asun as طيب asun as معناها بمجرد ان يبقى كما دي انا مش عايزة في حاجة عندما مش عايزة في حاجة تعال نكمل وصولك لمصر ستشعر بحب ستشعر بدفن اطلع فوق يلا in Egypt you will feel اه بص بص the warmth يعني ايه الدفئة طب يلا بينا فين الدفئة يا مصر هقولك الدفئة عندنا letter D فتبقى دي الاجابة الصحيحة يبقى امتحان ساعتك هيبقى عبارة عن ايه هيبقى عبارة عن جزئية اختيارات وجزئية ترجمة طيب لو جينا شوفنا الامتحان اللي بعده شباب هتلاقي اول سؤال بيقولك كالعادة choose to correct answer اختار ايجابتين صحيح يلا بينا when it comes to winning I never lose hope انا مرفقدش الامل ابدا عايز anthonyms يعني عكس مضاد عايز مضاد كلمة hope يأمل او يتمنى يأمل يأمل يلا بينا عكس الامل طيب تعال نشوف طيب عكس الامل اه اه بص بص hopelessness يعني ايه نصر مؤمن هقول لي ساعتك يعني اليأس طب ايه تاني هقولك letter e despair يعني اليأس السؤال اللي بعده runya is not a job in a هي رانيا بتبحث عن وظيفة في الحي في المنطقة اللي هي فيها بسبب انها لديها اطفال عايز كلمتين بمعنى يبحث عن اول كلمة انا عارف ان انت جبتها طبعا search searching يعني يبحث طب خلي بالك حرف الجر for لما بيجي معاه فعل look look for يبحث على يبقى الاجابتين بتوعي الصحي looking for searching for نجي للاختيارات الحمد لله بقى ايه العادية بتاعتنا اختار اجابة واحدة بس يلا سنقول بيقولك dad always criticizes my not ايه criticizes دي يعني يا مستر هقولك والله يا حبيبي criticizes معناها ينتقد دايما ماي داد والدي بينتقد ماي ايه عشان اي بريفير casual style انا بحب الاسطايل الكاجول while بينما he prefers هو يفضل classic one الاسطايل الكلاسيك اللي احنا بنوعلي الاسطايل القديم طب هو بينتقد كده ايه مستر هقولك بينتقد my appearance يعني بينتقد ايه ظهوري بالملابس الكاجول عشان هو بيفضل الظهور بالملابس الايه classic السؤال اللي بعد نوات are very lucky as they don't see the paisy roads of the city مين يا جماعة الناس المحظوظة اللي ما بتشوفش ازدحام مروري خالص في المكان او في المدينة بتاعتهم هقولك طبعا letter c villagers يعني الناس اللي عايشين في القرى سؤال اللي بعده the bus stopped الاوتوبيس توقف suddenly فجأة and we had to not for five hundred اوه عيمشوا خمسمائة متر طب ايه هي الرحلة ايه هي الكلمة اللي معناها رحلة سيرا على الاقدام letter c trick انا قلتلك من الامتحان الاول مش مراجع كلماتك وقف وروح رجع الفوكاب بتاعتك وتعال عشان تستفاد يلا بينا السؤال اللي بعده رقم ستة بيقولك بلد الدم is the process عملية of putting بلد ايه حاجة دم of putting blood into the body after an injury بعد الاصابة عملية نقل الدم طيب فين عملية نقل الدم عندي في الفوكاب هتلاقيها طبعا letter b transgression سؤال اللي بعده i fell down and my leg hurt but i didn't know it طيب انا وقعت and my leg hurt ورجلي ايه رجلي اتجرحت but it didn't know it هقول لي ساعدتك it didn't swell up يعني ايه يعني جرح كبير سؤال اللي بعده discrimination is to treat a discrimination هقول لي ساعدتك معناها تمييز بيقولك is to treat and to act some people بعض الناس in specific way and the trait نقاط طيب بص احنا بنعمل الناس دي في ناس بنعملها بمعاملة و البعض الاخر and the trait البعض الاخر وتعامل البعض الاخر طب فين عندنا الكلمات اخذناها في language notes الملحوظات اللغوية and the trait other in another one وتعامل البعض الاخر بطريقة تانية دي حاجة اسمها discrimination يعني تمييز the teacher نقاط to explain the lesson first then we wrote it اعتاد على طيب فين اعتاد على اسمها used to فتبقى الاجابة بتاعتي letter P طيب طيب السؤال اللي بعد بيقولك my mother not to work by car when the bus is late my mother not to work by car when the bus is late بص when the bus is late ايه ده بصدي انضارع يبقى الجملة دي كده بتاعتي مدارع طيب طالما الجملة بتاعتي مدارع my mother اسم مفرد فتبقى الاجابة بتاعتك ايه goals our house not every year الناس المحترمة اللي حافظة keywords الكلمات الدلة كلمة every كلمة دلة على present symbol المدارع البسيط present symbol مصدر واس طب our house ببنا مفرد تبقى paints طيب سؤال اللي بعد بيقولك pulling by all religions يعني يا مستر هقولك معناها التنمر by all religions يعني جميع الديانات التنمر مرفوض او مش مسموح في جميع الديانات طب ده كده خلي بالك فتبقى الاجابة بتاعتي يا مستر هقولك والله passive يعني is or are والتصريف الثالث فتبقى isn't allowed أو isn't allowed مش مسموح بي في جميع الديانات طلعتاشر did the man ايه دا استنى في did يبقى وراها infinitive فعل في المصدر طيب المصدر فين هقولك letter b did the man used to pay did على طول وراها infinitive سؤال لبعض we know each other very well طب we بيدي وراها infinitive في المضارع ولا is هقولك لا infinitive طبعا طيب فين مصدر ال infinitive we know 15 هتطلق two spaces محتاج منك اجابة هنا ومحتاج منك اجابة هنا نقط ذكات نقط long طيب يلا بين ذكات دي اسم ايه اسم مفرد في المضارع تاخد does ولا دولة does تاخد does طيب بص انا عندي ايه فيها does وعندي دي فيها does طيب بص طرى ما خطيت هنا does يبقى لازم بعد منها تخط ايه تخط مصدر طيب بالله عليك المصدر has ولا have مصدر have طبعا فتبقى لاجابة تعطي does the cat have long hair هل القطة لديها شعر ايه طويل السؤال اللي بعد evaporation يعني التبخر نقط when water is heated till boiling يعني ايه طب بص كده طب بص كده هو انا لو كلمت على evaporation عن التبخر ده بيحدث طب استنى ده ايه ده fact حقيقة اي fact في الدنيا present simple مضارع بسيط طب هنا مصدر الاجابة بتاعت ايه happens evaporation التبخر بيحدث عندما تسخن المية لحد ما ايه لحد ما تغلي طيب تعال نخش على الجزء الخاص بالترجمة في الامتحان الثاني يلا بينا بيقولك millions of dollars millions of pounds millions of pounds مليونز وسكت بعد كده اخر واحدة millions of pounds لا لازم نطلع فوق عشان نشوف هي مليون ايه بص بص بيقولك ملايين الجنيهات يبقى انا كده دولارز دي مش عايزها في حاجة وكمان مليونز فقط انا مش عايزها في حاجة اللي هي لتر سي يبقى انا كده الشباب بعمل مقارنة ما بين لتر بي و لتر دي يلا بينا مليونز و باونز استنى كده بقى spend are spent واحدة active ايه ده مصر اكتب ايه هو بيجيب لي grammar في الترجمة مصر اه طبعا عادي يجيبلك الجرامر ده في اي حتة طيب الار spend دي ايه دي passive طيب تعالا بقى نشوف ملايين الجنيهات ها يا اما قامت بالانفاق يا اما وقع عليها الانفاق وقع عليها الانفاق طبعا يبقى الجملة دي ما ترجعش حتى الاصل الترجمة يبقى الجملة دي active ولا passive الجملة دي passive بصراحة فتبقى الاجابة بتاعتي letter D الترجمة اللي بعدها يلا بينا محمد صلاح بيقولك ان محمد صلاح وان اللاعب وان محمد صلاح ومحمد صلاح يلا بينا عندنا محمد صلاح وكلمة اللاعب اطلع فوق بيقولك محمد صلاح is not just a football player لا 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 ان محمد صلاح على طول اللاعب دي مش عايزة في حاجة يبقى انا كده بقارن ما بين A وC وD ليس مجرد لاعب قرة قدم لاعب كرة فقط اطلع فوق كده not just a football player لاعب كرة قدم يبقى انا كده كرة لوحدها مش عايزها طيب فينا مصر انا اختيار اللي فيه كرة لوحدها letter C اهو دي كرة يا شباب ودي كرة قدم ودي كرة قدم بس فانشاطات تعال لتر سي عشان هي مش كرة اتبقى لي ايه وD تعال نكمل يلعب ويحرز اهدافا انه عضو مؤثر في المجتمع في المجمع اطلع فوق يلا بينا he is an effective member in society مجمع؟ لا طبعا مجتمع في ايه بقى الاجابة بتاعتك letter A لو جينا سنقوله شوفنا اخر امتحان هتلاقيه اول سؤال كالعادة السؤال الاول والتاني بيجيب لك خمس اختيارات محتاج منك اختيار انصح بيقولك i watch the dull movie يعني فيلم مملي yesterday طيب هو عايز ايه بقى عايز antonymes يعني مضاط احنا قلنا انها معناها ايه مملي يلا بينا تعال نشوف اختياراتنا عكس مملة اول حاجة لقيتها interesting شيق طب تاني اختيار exciting مصير السؤال الا بعد the conductor collected the fare and not without talking طيب بص دي زي كلمة delivery كده معناها الموصل طيب الموصل اخد الفلوس بتاعته and not without talking وايه بدون كلام ومشا او تحرك بدون كلام طب فين عندي يا مصر هقولك went away زي كلمة go away طيب فين الكلمة التانية left اللي هي غادرة not believe يغادر صلي بعد this boy is not he can't solve any math problem هو يقدر يحل اي مشكلة حسابية او يقدر يحل اي مسألة حسابية يبقى الولد ده ايه شباب يبقى الولد ده letter D brilliant يعني باهر او ذاكي جدا i wish i lived in a village انا كنت اتمنى ان انا عيش في قرية and raised نقط اه انا اتمنى ان انا اعيش في قرية كده وعيش في جو تربية الايه تربية الماشية فين الماشية عندنا letter A صلي اللي بعد believe in your not صدق او سكفي ايه and you will succeed صدق ايه وانت والله هتنجح هقول لك صدق your ability يعني خدرتك على فعل الشيء صلي اللي بعد you are a not and everyone follows your steps انت عبارة عن ايه او انت ايه تكون شخص ايه عشان كل الاشخاص everyone follows your steps يعني ايه يتبعوا خطواتك يعملوا زيك يعني يبقى you are a role model شخص قدوة the restaurant was very not so Adam didn't come ادم مجاش المطعم ده relaxing hadn't مخفي ولا remote letter D يعني ايه مستر معناها بعيد صلي بعد the rule of the traffic man واجب راجل المرور is to know the streets انه يعمل ايه في الطرق او يعمل ايه في الشوارع letter D regulate يعني ينظم السؤال البعض after her father passed away her grandfather became her بعد ما توفى والدها grandfather جدها اصبح واصع عليها فين واصية مستر letter A guardian my sister انا قلت الملحوظة دي خلي بالك عند ذكر فترة زمنية محددة مع كلمة دلة على الماضي البسيط يصبح زمن الجملة past continuous ماضي مستمر my sister مفرد تبقى was watching السؤال البعض I used to be lazy خلي بالك I used to be lazy student but now ايه ده بقى كده انا لقيت كلمة but معناها لكن الكلمة دي بيجي قبلها جملة لان هي رابط من الروابط وبعدها جملة اخرى بس الكلمة دي بتعكس يعني ايه بتعكس يعني لو قبلها اثبات يبقى بعدها نفي طيب حاضر هو هنا قال له انا اعتدت ان اكون lazy student شخص كسولي بقى ده ايه اثبات يبقى انا هنا محتاج ايه محتاج نفي فالطالب يعني هيجري هينفي used to عشان هي ماضي هيعملها ايه didn't هيقوم هو مش مكدب خبر على طول واحتطلك العصايا التانية عشان تبقى اكس شكرا بالسلامة didn't في ايه يا مستر في حاجة بسيطة في ناو متفكركش باي حاجة ناو دي ناو الان في الوقت الحاضر يبقى زمن الجملة بتاعتك ايه مضارع طيب هتنفي المضارع بحاجة من الاتنين ركز يا اما verb to be يا اما verb to do بالله عليك ركز بص بص يا اما verb to be يا اما verb to do طب يا مستر verb to be am is war تمام verb to do don't or doesn't تمام انا هعرف منين انفي بدا ولا انفي بدا هقولك هي دي بقى لو الجملة بتاعت ساعتك فيها صفة verb to be لو الجملة بتاعت ساعتك فيها infinitive verb يعني فاعل في المصدر يبقى verb to do ارجع لجملتك يلا يا عم ده هون غششك بيقولك بس خلاص الموضوع منتهي verb to be يبقى يا ام يا ايز يا ار والنفي بتاعها ام يا شباب ام نوت اخر اختيار سؤال رقم 11 ده مهم جدا اتناشر اي نقط انت انت for 10 years ناو هي تانية ناو بعد منها بيجي present مضارع خلي بالك الطلبة كلها هتتخم واول ما هتشوف فور هتدور على المضارع التان فهتحط لي have leave ده هيعمل هالك غلط لان ناو بعد منها مضارع قبل منها يا مستر ماضي فين الماضي عندي لتر د leave يا شباب تصلي اللي بعد تنتشر بيقولك you will be excluded as long as you not decisions طيب تمام اولا كده انت هتبقى يعني يا مستر excluded هقولك والله حبيبي معناها مستبعد as long as دي اداة ربط ايه ده؟ المستر قال لي لما لاي اداة ربط ومعها مستقبل على طول الناحية التانية لازم اخط present لازم اخط ايه؟ لازم اخط مضارع طيب فين المضارع عندي يا مستر؟ هقولك استنى بقى لان احنا عندنا attend مضارع don't attend مضارع doesn't attend مضارع حلك من doesn't عشان الجملة بتاعتي فيها ضمير ايه؟ فيها ضمير you طيب صح؟ don't attend صح؟ لازم ترجع لترجمة الجملة سنة اولى بص بيقولك ايه؟ you will be excluded انت هتبقى مستبعد لو حضرت السيشنز المحاضرات ولا لو ما حضرتش لا لو ما حضرتش طبعا فتبقى الاجابة بتاعتي don't attend سؤالي لبعد the new project المشروع الجديد طالما مشروع جديد بس خلاص شكرا انا عندي present ومضارع طب استنى كده between 6 October city and inbaba طب هو المشروع ده subject or object فاعل ولا مفعول لا دي محتاجة بقى ايه؟ كباري وانفاق بتاعة مستر مؤمن يلا بينا طلع الفعل فوق النقط design اهو يا مستر ترجموا يسا انا اقول يصمم كبري نفق الكبري اكتب عليه قام والنفق اكتب عليه وقع من قام بالفعل فهو فاعل من وقع عليه الفعل فهو مفعول يلا بينا المشروع الجديد قام بالتصميم وقع عليه التصميم وقع عليه التصميم طبعا فتبقى الاجابة بتاعتي الجملة دي يا مستر passive طب طالما passive انهي اختيار عندي بيدل على passive ما عنديش غير اختيار واحد بس سألة وهو letter a السؤال اللي بعد the doctor نقط him and gave him some medicine طب استنى كده give ده ماضي give يبقى الجملة بتاعتي دي ايه؟ الجملة بتاعتي دي ماضي طب فين الماضي عندي؟ اول اختيار examined اخر سؤال while i نقط the lights went out طيب انا لقيت while تعال كده نشوف قعدة while ونفتكرها سوي ادي while بتربط ما بين زمنين الزمن الاولاني ماضي مستمر الزمن الثاني ماضي بسيط طب تعال كده while i احنا محتاجين هنا first tense الزمن الاولاني الزمن الاول عندنا هنا اهو first tense الزمن الاولاني هو الماضي المستمر was aware وال-ing فتبقى الاجابة بتاعتي الشباب was studying طيب لو جينا سنة اولى شفنا اخر جزئية في الامتحان التالت والامتحان الاخيرة لو هي جزئية الترجمة هتلاقى اول اختيار عندنا بدء بكلمة تاني اختيار بدء بVoluntary Work تالت اختيار بدء بCharity اخر اختيار بدء بVolunteering طب تعال كده نشوف الجملة بدء بايه هقول ساعدتك الجملة بدء بالعمل التطوعي العمل التطوعي لو حضرتك مذاكر كويس الكلمات او خافز كويس الكلمات طبعا معناها Voluntary Work فالاجابة بتاعتي شباب letter B طيب اخر ترجمة عندنا بيقولك الجميع او كل فرد طيب لو جينا شوفنا فوق كده بيقول ساعدتك everyone had a everyone طيب everyone يا مصر معناها ايه كل فرد ولا معناها الجميع هقولك لا everyone معناها كل شخص كل فرد طب فين عندي يا مصر هقول ساعدتك letter C كده سنأولى نكون خلصنا الجزئية اللي انا وعدتك بيها اللي هي المراجعة بتاعت شهر امتحان شهر اكتوبر ايه ده سنأولى وانت بتحل لامتحانات هتيجي بسيطة جدا ان شاء الله بالتوفيق يا اغلى طلبة في مصر اشتركوا في القناة